السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين 22 تموز يوليو القمر اليوم استقر في برج الدلو وأيضا اليوم عند انتقال الشمس لبرج الأسد القمر اليوم موجود في برج الدلو لغاية الساعة وحدة واثنان وعشرين دقيقة من بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء لا ينتقل بعديها لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين صباحا من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد القمر اليوم بما انه موجود في برج الدلو معناته اليوم منشعر انه بحاجة مأسة وملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب ان نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها ومنود الانضمام لنادي او مجموعة من الاصدقاء او تجربة طريقة جديدة للحياة وبميل الاشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي اكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صدقات جديدة او تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا او شراء او بيع او الاهتمام بما يتعلق في مجال الالكترونيات والتكنولوجيا او تجربة اطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج ابتجعلنا شوي هيك نكون احيانا قجلين ولكن ممكن ان نرد على اي شخص بيثيرنا بعنف شديد طبعا انتقال الشمس رح يكون بعد هاي الزاوية انتقال الشمس رح يكون الساعة سبعة واربع واربعين دقيقة من صباح اليوم الاثنين من برج السرطان لبرج الاسد يعني بداية اعياد موليد برج الاسد فمنه لموليد برج الاسد كل عام وانتم بكل خير طبعا الشمس رح تظل موجودة في برج الاسد من اليوم اثنين وعشرين سبعة لغاية اثنين وعشرين ثمانية يوم الخميس اثنين وعشرين ثمانية الساعة تنتين واربع وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرانيج ولا شك ان وجود الشمس في برج الاسد في برج ناري بيعطي هيك الدافع ايجابي على مختلف الابراج عموما ووجود الشمس في الاسد بيبعث على جو دافئ عاطفيا ماليا اجتماعيا ومنجد الناس من حول اكثر رغبة في الاستمتاع بمنباهج الحياة واكثر كرما في تعاملهم مع الغير ومنميل عموما للالتزام بالقوانين والقواعد ومنحاول تطبيقها كما انهم نشعر برغبتنا على فرض اراءنا على الاخرين احيانا طبعا الحلقة الكاملة صارت موجودة على القناة وتأثيراتها على جميع الابراج للي بحب يسمعها لانها تعتبر توقعات شهر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولها كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الاخر ونجاحات مادية كما انها بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 9.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا يعني تأثيراتها رح تكون طيلة اليوم اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اذي بيتجهل التنفيذ من خلال صرف النقود باسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا واملنا للفوضى والتقلب وبتكون عندنا رغبات ممكن نتأدي فينا لخيبات امل بدنا نراقب كلامنا وتصرفاتنا لانه ممكن نأذي فيها الاخرين دون ان نشعر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا الها ولكن عمليات يعني منقدر نقول مراجعة طبية فحصات طبية تنظير اشياء اخذ علاجات اذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب هي بطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية اما بالنسبة لباقي اعضاء الجسم طبعا ما زال القمر في مراحل الاكتمال فمنقول انها فترة لا تصلح للعمليات الجراحية الا اذا كانت اضطرارية لباقي اعضاء الجسم ام بالاعضاء اللي ذكرناها طبعا ما بنصح فيها نهائيا بالفترة حتى لو كانت اضطرارية ايضا هذا اليوم ولاخر يوم يصلح للحجامة اما بالنسبة لها عمليات التجميل مثل الحقن فما في اي مشكلة ولكن الجراحة برضو ما بنصح فيها لانه لسه ما زال لي مراحل الاكتمال للقمر ويصلح بالنسبة لازالة الشعر طبعا يصلح لازالة الشعر بالزائد بالليزر او بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا بما انه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الثلاثاء بيبدأ الساعة التسعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بينتهي الساعة وحدة واثنان وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل عمره سبعة عشر يوم الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة بعد العصر او قرابة المغرب بيصير نبدأ باليوم الثمنتاش نسبة الإضاءة سبعة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان ورح تنتقل لبرج الاسد ورح تظل موجودة في برج الاسد حتى يوم اثنان وعشرين ثمانية سعيد الام بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة الفجر سعيدة بنسبة سبعين في المية القمر في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الام بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة 15% ساعة العصر منتحس بنسبة 10% أما في ساعة المساء منتحس بنسبة 40% في ساعة المساء المتأخرة اللي هي قرابة منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 60% عطارة في الأسد حتى يوم 25 سبعة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5 ثمانية سعيد بنسبة 30% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4 تسعة منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثاور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبتناسبك للعمل ضمن مجموعة وممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة بدك تنظم جدول أعمالك تحسما لضيق الوقت اليوم برضو معني ممكن هيك يتوجه لكم دعوة أو حضور مميز أو اتصال مفاجئ برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شي إنه ما تشوهوا سمعتكم لأنه الظروف شوي ضاغطة وممكن تحمل لك كل يوم برضو فرصة عمل مهمة أو لقاء مميز مع أحد المسؤولين بدك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدي خلال هذا اليوم وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبوصعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر أو توقع عقد أو تروج لمواهبك أو اهتماماتك فبدك تكون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول إنك تركز على طاقتك جدارتك بالمواقع المتقدمة اليوم بيحملك انفراج كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك كن واثق من نفسك من كفاتك ما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ممكن تنشغل بملف إداري أو معاملة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة سواء المالية أو العاطفية ويبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم وهاي الفترة يعني ضاغطة شوي لأن القمر موجود مقابلك تماما وأكثر تهديدا لا استقرارك فبدك تحاذر اليوم من الجدال الخصام القرارات المتسرعة ممكن تميل فرض الرأي بدك تكون متروي حاول أيضا إيجاد المخارج والحلول دون تشنجدون عصبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على مواجهة وإنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم فبدك تنظموا جدوى الغذاء ومتأخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاريع مختلفة معظمها فيها بعض القلق والتوتر وخصوصا من أحد الزملاء بالعمل نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وحاول أنك ما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم مناسب لنشاط فني أو ممارسة هواية أو التقرب من الأحبة بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير وتعتبر هذه فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظا فما تقف متفرج إسعى المبادرة لأجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجد تعاون من أفراد العائلة حاول أنك تحمي وضعك وصحتك من التقلبات والإنفعالات وممكن تهتم لأمر عقار أو أعطال منزلية أو موضوع عائلي حدث عائلي فبندك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاهم فالحدية بطباعك حاول أنك تتجاوزها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنشطه في مجال السفر والاتصالات واللقاءات خلال هذا اليوم وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات والزيارات ورشاة العمل لحسن الحظ أنت اليوم تتمتع بسرعة خاطر وسرعة بديهة عالية بتنقذك من كثير من الواقف ومرضو عندك قدرة على الإقناع عالية جداً حاول أنك يعني تسيطر على إنفعالاتك ممكن تضطر لتقديم مساعدي لأحد الإخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة حاول أنك تخففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم نشاط وحيوية وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وأيضاً شعبيتكم اليوم في تصاعد وبتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات وتسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم التعب بسيطر عليكم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب لغاية بعد ظهر يوم الغد فبتشعروا بالتعب وحاولوا أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة حاول أنك تعمل بشكل روتيني لأن هذه الفترة فيها ركود على جميع الأصعدة فبنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم تخلص من عاداتك القديمة انشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء